اشتركوا في القناة ويعني تفكر بطريقة يعني شلون يمكن اقدر اشتغل في هذا المجال يمكن اقدر ابتكر في هذا المجال لازم اعمق القصة اكثر المهم هذا الموضوع صراحة فيه سؤال كبير هو اليوم وهذا السؤال بين يدينك هل حنا ناكل يعني انت تاكل عشانك جوعان او عشان انه وقت الغداء ووقت العشاء او عشان انت يعني تريد ان تستمتع يعني هل احنا ليش ناكل احنا احنا وش الفكرة يعني ليش ناكل احنا هل احنا ناكل يعني البرنامج اللي متعود يعني مثلا فطور غدا عشاء او مثلا فطور عشاء او مثلا بعض الناس وجبة وحدة ناكل لانه احنا تعودنا لانه هذا هو البرنامج لانه جسمنا يحتاج كذا لانه لو ما ما اكلنا بنموت ولا لانه احنا تعودنا ولا لانه احنا مستمتعين ولا وش جوكم انتم كيف تعودنا حتى سناكات تقول لا جوع صدق جوع صدق صدق جوع تقول جوعان عشان جوعانة ناكل نعيش وليس نعيش ناكل تقول استمتعوا الاكل بعض الاحيان اوكي بعض الاحيان يعني بقية الاحيان بس يعني تسكيت سكتين المعدة ناكل لما نجوع لحتى ما نموت او واو يعني انتي ما تاكلين العشديد الاوية لما توصلين مراحل اذا جعت فقط اكل معناها انتي مو مرتبطة بموعيد مثلا فطور غدا عشاء ما في اي ارتباط بس خاص جوعانة معناها جسمي هو اللي يعطيني اشارة او بطني يقولي ايش جوعانة يلا اثر لنا اكل كذا استمتع بالسكريات والحلويات لما عصب اكل اكل عشان افرق مشاعر اذا جعت اكل عشان اتغذى اذا ضقت اذا طفشت اكل لاني طفشة عشان الهبوط او ماي جود او ماي جود يا ماما يعني اذا ما اكلت يجيك هبوط طيب انا اقترح عليك انك انت تاخذين خطوة حقيقية تجاه جسمك وانك انت تصلحين اللخبطة اللي موجودة عندك في شيء في شيء يعني ما ما هو مو قاعد يمشي بطريقة سليمة اه لازم تروحين اخصائي تغذية والطبيب وكذا وتتراجعين يعني القصة تفريق طاقة طفشانة اكل بدون شعور بدون وعي لاني احب الاكل طيب احتاج طاقة احتحرتي في الاكل هدية لنفسي السكر عشان مايطيح اوه اوه طيحة السكر طيحة الضغط خلنا نقول في الىhan مرتبطة بشعور الخوف فغالبا الناس اللي في مرحلة الخوف تصير عندهم طيحة الضغط من الزاوية حقتي بس طبعا mäكيد الزاوية الطبية يعanna تحتاج لها طبيب اكل بالهبل ومرات ما ادري ليش الاكل يزيد الوزن ام هي برمجة سؤال جيد صح في ناس يبلعون 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 تحطلوا الوقت هي يعني تستغرب فرنش فرايز وكذا يعني فاست فود وما شاء الله صح طب خلنا نسأل السؤال بطريقة اخرى هل سبق انك صمت الان صار فيه موضة الصيام المتقطع في ناس تدعو للصيام المتقطع في ناس تحب الصيام في ناس يعني موجة كذا عالمية الموضوع الصيام المتقطع فهل جربت هذه التجربة هل صمت صيام متقطع الى اي ساعة وصلت هل حسيت انه انت استفدت من الموضوع ولا اكتشفت شيء اي عن متعة الاكل بعد هذا الصيام تقول لك ايه 16 ساعة ايه ايه متعة نعم سنة 13 11 اصوم اذا كنت معصبة اجير اهمشين انك مكتشف الموضوع هذا المهم اصوم سبوعين واوقف 18 ساعة اذا ما افطرت ما اجوع كفك انا دائما هذي قناعتي اذا قمت ولا افطرت ما رح تجي هذا بطني اللي يقولي دائما مدام انت ما فتحت معدتك هي ساكتة ما رح تقول لك شيء اذا قمت الصباح وبدأت كذا البرنامج ولا افطرت خلاص هي ساكتة ما عندها اعتقاض اوماي جاد تقولت شفيت من الحساسية بسبب الصيام برافو والله طيب وصلت 20 ساعة بس بالتدريج اصوم ساعات قليلة اكثر من 18 اه تقول لك شكرا عن الموضوع قادة لأكل طيب كويس اقول لكم واحد من اصدقائي انا صمت الى 24 ساعة اه وطبعا تذكرون مادة الصيام دكتور باسل اتكلم فيها عن الفوائد وعن الاضرار برضو في اضرار خصوصا للمرأة عشان موضوع الهرمونات وكذا بس هي موجة مرة كبيرة جدا حول العالم وفي ناس يتكلمون عن فوائدها وفي ناس يعني شوفون انها فيها اضرار اه واحد من اصدقائي اه دخل في حالة صيام مدهة سبعة ايام طبعا هو عنده مرض يعني هو قاعد احد الاساليب اللي استخدمها عشان يعالج المرض اللي هو فيه والمرض ما حد قدر يعالجه يعني لا طب بديل ولا طب ولا مستشفيات حديثة ماعرف سبحان الله بعض الناس عندهم اختبارات في الصحة يعني محلها مثل اللغس فهو صام اه سبعة ايام سبعة ايام فسألت انا وطبعا كان يشرب موية بس سألت كيف التجربة وكذا قال انها تجربة كويسة وكنت نشيط وكان كل شي تمام ويعني ما حسيت بالجوع ولا حسيت اني محتاج اكل وكذا فسألت ليش انت يعني اخترت سبع ايام قالت كانت هذه الخطة انه اسبوع واحد عشان نشوف تأثير الصيام على المرض يعني او المشكلة اللي هو يعني يحاول يعالجها فلفتت نظري هذه التجربة وبرضو قريت مقالة في مو مقالة قصة واحد يحكي قصتها هو سجين في احد الدول ويحكي انه هو سوى اضراب يعني كذا سجين عند العدو وكذا ويسوى احتجاج ومعرف ايش فيحكي القصة انه هو سوى اضراب ووقف عن الاكل يقول فوقفت عن الاكل فيقول في القصة يحكي طبعا شعوره ويعني هل هو جوعان يقول اول يوم معاناة يعني والاكل وفكر في الاكل ومشغول يقول لما جاء اليوم الثالث كأنه معدتي صامت كأنه يعني الموضوع صار معاد مهم معاد يعني معاد يعني يعني شي يعني تقول عندنا فلسطين سبعين يوم ايه اعتقد يمكن يكون فلسطيني نسيت والله بس كانت القصة يعني مؤثرة بس انه يعني هو لما تسمعون الموضوع من بعيد تقول اه وشلون يصمون او شلون يقطعون الطعام سبعين يوم وليموتون وكذا فهو يقول ان انت اصلا تفقد تفقد الرغبة الرغبة او يعني ما عاد الشعور وما عاد تهتم بالاكل ما عاد في هذه الرغبة وهنا يجي سؤال انه هل احنا ناكل لانه احنا محتاجين هذا الاكل انه جسم يعني محتاج هذا الغذاء محتاج هذا الاكل وانه احنا لو ما اكلنا بنموت ولا احنا قاعدين ناكل عشان احنا قاعدين نستمتع بالاكل الامعاء الخاوية حلو يصلح اسم فيلم طيب تكميم طبيعي برضو يصلح اسم فيلم اوكي فهو هذا السؤال انه احنا هل فعلا الاكل هو احتياج احنا نحتاجه ولا احنا نستمتع فيه احنا قاعدين ناكل لانه احنا مستمتعين في الاكل وانه نموذج هذولا اللي يعني يقعدون ايام طويلة يشربون بموية وعايشين عايشين والجسم عايش يعني تقولك الغذاء مهمة العقل والصحة الجسد يحتاج الى الاكل لكنه ليس الطريقة الوحيدة اللي يستمد منها الغذاء طيب طيب نحتاج فيتامينات مرات احتياج ومرات متعة حلو حلو تقولك الانسان اذا ما اكل بعد سبعة ايام يموت حتى لو كان يشرب موية عندي فقر دم لازم اكل هل تقولك لا الجسم هو اللي ينتج فيتامينات تقولك اذا ما اكلت من اخذ الطاقة اوكي الماء الحي يكفي والاكل متعة تقولك لا ما رح نموت السؤال بعد سبعة ايام اذا ما اكلت بتموت طبعا هم يشربون موية ترى شربون موية في ناس يعيشون عن ضوء الشمس تقولك العالم تفتي بكيف ها لا احنا قاعدين نتناقش يا ماما قاعدين يعني نقلب الموضوع اذا صح تتسمية انتي ليش عندك خوف انه انتي تفكرين تفكرين في الموضوع وتقلبين الموضوع وتشوفين الاحداث وتسمعين القصص وتركبين ها على بعض وتكتشفين القصة لانه ماذا لو اكتشفنا انه الاكل هو للمتعة فقط يعني هالفكرة بحت ذاتها رح تغير كل القصة صح ولا لا ماذا لو ماذا لو كانت هذه القصة مثلا ما ندري يمكن لا يمكن احنا لازم ناكل كل خمس ساعات ولا بنموت تقول جسده المادي يتعب فيه مدرب يقول صام ستة شهور على الماء وطريقة التنفس عجيب فيه دكتور قبل كم يوم شفت شفت لمقطع اظن هو هي حلقة قديمة عنده فهو يقول قال جملة يعني ملفت اللي انتبه يقول انه الجسم يناسبه الجوع اكثر من الشبع يعني هالجملة بحد ذاتها ودي كده تنكتب هو دكتور طبعا متخصص يعني فهم في الجسم اكثر مننا فيقول الجوع يناسب الانسان اكثر من الشبع يناسب الجسم انه الجسم يعني يكون مبسوط بالجوع او مرتاح بالجوع اكثر من الشبع فاذا كان الجسم يناسب الجوع بس نناكل مثلا بس عشان نستمتع تخيل انك انت تصلي وانت شبعان تصلي وانت جوعان تسوي مدتيشن وانت شبعان تسوي مدتيشن وانت جوعان تعرفون الفرق صح فرق مرة فرق مرة فرق كبير يعني تقول يقولون الأولين العافية في أطراف الجوع الله هذه بعد تكتب بماء الذهب العافية في أطراف الجوع هذا يقول لما أجوع ما أعرف أشتغل أي شي لا هذه فيها مرساة اذا كنت لما جوع تدخل حال الطوارئ ترى في مرساة في مرساة يعني في الجسد المشاعري لازم تتصحح ما المفروض أنك مثلا خلنا نقول تعشيت آخر شيء أو خلنا نقول تغديت اليوم الساعة ثالث الظهر والآن ساعة عشر بدأت تجوع فبدأت عندك حالة الطوارئ ما طبخت وش عندي في ثلاجة بسوي الطلب بكلم صديقي إذا هو عنده أكل إذا دخلت حالة الطوارئ وإنت الوجبة اللي راح أتماخذها يعني فمعلش معلش في موضوع مرتبط بالأكل عندك في الجسد المشاعر في قصة في الطفولة صاعة في موضوع يعني قصة يحتاج لها تفكيك يعني ما المفروض تكون حالة الطوارئ الجوع ما المفروض يكون حالة الطوارئ خصوصا أول جوع بقول وإنت ما أخذ الوجبة اللي قبل يعني إذا ارتبكت من جوع تو بعدي في شيء تقول كنت نرفز أعصب أخاف تقول كلنا هيتش لا مو لكل لا نعم تقول أصحاب كهث ثلاثة مائة سنين وعشرة قصتك ما أكله يعني نفسه بيموت من الجوع ممكن أنها تدخل في حالة المجهول في حالة الموت وفي ناس يدخلونها في حالة الأمراض اللي يقول لك أخاف يجين السكر والهبوط والمدري إيش وفي ناس يعصبون بس هما ما ترم ما هم عصبين عشان جوع هو في العنق عصب على السالف القديمة عصب على قصة غر قديمة القصة لازم تطلع على الطاولة هذا أول شيء القصة لازم تطلع على الطاولة وعلى فكرة كثير من الناس أصلا ما هم موضوع الأكل والشرب من يوم هم صغار ما ما نحط بطريقة سليمة يا تلقى الأم تقول لك كل غصب عنك تعكل لازم تعكل ويصير الموضوع كأن عقاب هذا الأكل أو أم مهملة ما تحط الأكل ما توفر الأكل أو قد يكونون في حالة فقر فبالتالي ما في أكل كافي فيحس أن جوع جوع معناها فقر معناها ما عندنا شيء كثير تاني أشياء في العقل اللا واعي تقول لك صمت عشر أيام على الماء أوكي في ناس يقوم بعد سبع أيام بتموتون ما متي طيب خلونا الآن برضو نناقش موضوع وش الأكل اللي أنت تاكله وتحس أنك بعدها مرة سعيد تحس أنك يعني الله الحياة تقلبت وردية أوكي يعني وش الأكل اللي لاحظت لما تاكله تصير الحياة مرة 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 جميلة مرة جميلة تقول لنا كنت أفرض الأكل على بنتي أوه أكيد عندها مخلفات من الموضوع أمي كانت محملتني ما تأكلني حبيبتي البرغر بس أي وآي جزئية في البرغر هل أنت تكلمين عن لحمة أو تكلمين عن الخبزة أو تتكلمين عن الصوصة حدد بالضبط حدد القصة أوكي آيسي كريم قصدك الحليب قريت في مقالة عن الحليب قريت الآن بوريكم بعض الأشياء الشوكولت أكيد برضو قريت في مقالة عن الشوكولت الأكل اللي ينهضم بسرعة أجيب هذا تحسين يوسع الصدر أوكي باستا برغر أي شيء في مطعم سوشي لغويس كافي القهوة قريت عني القهوة طيب طيب رز صدق رز الأكل السائل الذي لا يحتاج إلى مضخ أوكي الذي لا يحتاج إلى مضخ أذي بفكر فيها أكل المطاعم على فكرة ترى في بعض الناس يحطون المنكهات هذه تعرفونها يحطون علمكم ترى تروح للمخ تأثر على هذا تعرفونها صح كل ما كان المطعم تشيب كل ما استخدم هذه المنكهات وبرضو والله تصدقون بعض البيوت يستخدمونها يستخدمون هذه المواد هذه اللي تنحط وتغير التأثير على الدماغ مع الأكل سالمون تصدقون قريت عنه برضو قريت عن السالمون أنه يأثر على الشعور يعطي كذا شعور بالمتعم والله ما أعرف مين المطاعم اللي يستخدمونها بس أنا أعتقد أن كل ما كان المطعم تشيب يعني ما يقدر يجيب منتجات جيدة وطعمها زين كل ما استخدم منتجات رديئة وحط لك الشي اسمها النكهة طبعا النكهة يعني تضرب في الرأس وكذا لاحظت الأوفوكادو يأثر على الشعور برضو قريت قريت عن الأوفوكادو قريت عن الأوفوكادو خلوني نقول لكم وش الأشياء زيت الزيتون طبعا واضح أنكم أنتم تتكلمون جزء كبير يتكلمون عن هذا المادة اللي تنحط في المطاعم وتزرطها وانت من تداري نتكلم عن أشياء كذا مفردة يعني لو أكلت اليوم خياعة أو أكلت سبانخ أو أكلت سالمون أو أكلت شوكلة الحالها هل تقدر تميز وين الطعام اليوم تأك وين الطعام الممتع بالنسبة لك خلنا قراء لكم هذه المقالة تتكلم عن الأطعمة اللي لو أكلتها كل يوم أنها راح تضبط شعورك فيقولون لك الخضروات الورقية الداكنة والتبرير حقهم أن فيها بوتاسيوم عشان يسوي تدفق للدم ويروح للمخ عين الجمل والسبب يقول لك عشان في أوميغا ثري أوفاكادو زي ما قالت صاحبتنا أوفاكادو أنا أحب أوفاكادو بس ما 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 لاحظت أنه يغير شعوري بس حلو أنه تكونين دقيقة أنك أنت لاحظتي على هذا يقول لك عشان فيه دهون صحية يحتاجها المخ توت عشان فيه مضادات أكسدة مفيدة برضو لصحة المخ مشروم أنا لاحظت المشروم لما أكل مشروم أحس الدنيا الدنيا بخير المشروم يقول لك يعادل المشروم فعالية مضادات الاكتئاب ويعتقد بعض الأطباء النفسين أنه قد يتخطاها لأنه يحتوي على سيلوسايبين وهي مادة كيميائية تجعل المزاج أكثر استقرارا وأظهرت بعض الدراسات أنها قادرة على علاج الاكتئاب نهائيا ما نعرف نحتاج طبيب يجاوب على هذه القصة بس أنا فعلا ترى لاحظتها لما أكل مشروم أحس أنه فعلا الشعور يختلف واو الشعور يختلف يقول لك يعني كنا دوع طيب الطماطم يقول لك عشان حمض الفوليك عشان حمض الفوليك وطبعا ينصح في نهاية المقال أنك أنت تستشير طبيبك وأن هذا ما يعني أنك أنت توقف أدويتك وا 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 أنا اللي لاحظت المشروم لما أخذ فيتامين بي ثري تصير الحياة فجأة وردية فجأة تصير الحياة وردية والله المشروم بي ثري شوفوا أنا أعتقد أنها تختلف من شخص لثاني عشان حسب الكيميا اللي عندنا حسب اللي أنت وما الفيتامينات اللي موجودة عندك وما الفيتامينات اللي موجودة الكافي وما الفيتامينات يعني مثلا في بعض الناس القهوة مرت تسعدهم في بعض الناس لا ما تحقق لهم هذا الشي لأنهم أصلا أتوقع أنри他們 المواد اللي موجودة فيها في القهوة هي عندهم وموجودة في جسمهم اي بالضبط يا جماعة كل جسم يختلف عن الثانية مرات على فكرة اتوقع بعض الناس ينبسطون لانها بعد برنامج يعني مثلا في كثير ناس هنا قالوا رز 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 انا ما مر علي الرز معني قرأت اكثر من مقالة ما مر علي موضوع الرز تانكيو قد يكون مرات برنامج انه مثلا هذا الاكل اللي نجتمع فيه مع العائلة وننبسط وهو اللي يعطينا شعور جيد يعني يصير لما ناكله مرة ثانية يذكرنا بهذه القصة يذكرنا اي اكيد الحلاء السكر اكيد بس السكر ترى في النهاية انت يعطيك يعني شيء وقت محدد يعني طيرك فوق بعد ان يطيحك لا انت توقع كل اليوم يصير مشرق انا بالنسبة لي المشروم والبي ثري البي ثري مرة صراحة يعني يفرق مرة يفرق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة